الوقف والابتداء مسامير القرآن ولأقرب لك هذا التشبيه أقول أرأيت إن قطعت ألواحا ونصبتها وأردت أن تصنع من هذه الألواح سفينة تعبر بها النهر أو تمخر بها عباب البحر ما الذي يجمع الألواح بعضها إلى بعض لتنتج هذه الألواح سفينة تنفعك في الارتحال بها المسامير فرسالة القرآن الوقف والابتداء فيها هو كالمسامير التي تجمع القاص إلى الداني تشد ألواح القرآن حتى تكتمل الرسالة لمن أراد الله أن تصلها الوقف والابتداء مهم جدا أولا القارئ أو متحدث العربية عامة هو محتاج إلى الوقف لعدة أسباب من هذه الأسباب لأخذ النفس حتى يستطيع أن يواصل الكلام فإن الكلام ينبعث مع النفس والنفس ينبعث مع الكلام كما قررنا في شرح المخارج فينفذ النفس مع الكلام فلا بد من الاستراحة لا بد من التوقف عن الكلام لأخذ النفس لمعاودة الحديث إذن أولا لأخذ النفس فهو مثل الاستراحة ثانيا محتاجون للوقف لنضع أطورا للجمل أي لنعرف أين بداية الجملة وأين آخرها ثم إن وقفت واسترحت لابد أن يكون بعد الاستراحة وصل للمعنى فأبتدئ بعد هذه الاستراحة بداية تفهم المستمع مراضي متصلا لمتفرقا ثم لتجتمع المعاني في ذهن من يستمع إلي وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بعبارات واضحة تعرف أولها من آخرها سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليه قال في حديث معناه وإن أحدنا كان ليؤت الإيمان قبل القرآن وإن القرآن ليتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم منه الحرام والحلال وكذا وكذا ثم قال وما يتعمد أو وما ينبغي أن يتعمد الوقوف عليه اهتمام القراء عامة من لدن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل بهذا الباب المهم جدا الذي له أدوات تستخدم فيه غير الأدوات التي كانت تستخدم في مادة التجويد لذلك قلت لكم إنه علم مستقل له أدواته التي يضبط بها غير الأدوات التي كانت تضبط بها مسائل التجويد من المخارج والصفات الأصلية والعارضة لكن اهتمام القراء بها أظهر أهميتها على لسان القراء لذلك تجد من القراء الإمام نافع المدني رضوان الله عليه كان له مصنف في الوقف الابتداء مشهور جدا اسمه الوقوف التمام كذلك لسيدنا يعقوب الحضرامي صاحب القراءة المشهورة كان له مصنف كذلك في الوقف الابتداء وكذلك الشيخ حمزة الزيات حمزة بن حبيب بن عمار الزيات رضوان الله عليه وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقران مرتلة هذا القراء العظيم كان له مصنف كذلك في الوقف والابتداء حتى النحاة حتى النحاة أقبلوا على هذا الفن وهو في الأصل فنهمهم وهو في الأصل انتبه وهو في الأصل فنهمهم أقبلوا على هذا العلم فتجد السجاوندي بن طيفور السجاوندي رحمه الله له مصنف في الوقف والابتداء عظيم تجد كذلك الشيخ أبو جعفر النحاس المقرئ النحوي المفسر المصري الكبير رضوان الله عليه المتوفى في أوائل القرن الرابع الهجري له كذلك مصنف كبير في الوقف الابتداء اسمه القطع والإتناف كذلك الشيخ شيخ النحات ببغداد أو إمام النحات ببغداد الإمام أبو بكر بن الأنباري له مصنف كبير في الوقف الابتداء يسمى الإضاح والقراء بعد ذلك على مدى الطبقات المتواليات صنفوا كتبا مهمة في الوقف الابتداء ككتاب أو ككتب أبو عمر الداني أبو عمر الداني له أكثر من كتاب في الوقف والابتداء مثل كتاب المكتفى وكتاب الاكتفاء شيخ ابن جزري رحمه الله له كتاب في الوقف الابتداء اسمه الاهتداء في الوقف الابتداء لكن هذا الكتاب لازال مخطوطا لم يخرج إلى الطباعة إلى الآن كذلك الشيخ الشاطبي رحمه الله شيخ القراء وإمام الإقراء ولي الله تعالى له إشارات مهمة في الوقف والابتداء في قصيدته الموسومة بحرز الأمان ووجه التهاني كقوله ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلا في قراءة ثلاث عورات لكم الشاهد أن هذا الباب من أهم الأبواب بل هو قل إنه نصف الترتيل شق الترتيل الوقف والابتداء الوقف أولا لو أردنا أن نعرف معنى الوقف فالوقف في اللغة هو الحبس أوقفت الشيئة يعني حبسته وفي الاستلاح الذي تقرر لهذا اللفظ لأنه الاستلاح أخذ زمانا طويلا ربما قرونا حتى تقر على الاصطلاح يميز معنى الوقف من غيره فالوقف هو حبس الصوت مدة يسيرة كزمن التنفس عادة بنية معاودة التلاوة يعني حبس الصوت مع التنفس بزمنه عادة بنية معاودة التلاوة يعني إيه يعني أنا لما أوقف الكلام وأخذ نفسي أو أقل نفس أستطيع أن أنا أخذه عشان أواصل الكلام هذا هو زمن التنفس عادة احنا عندنا حبس الصوت بزمن التنفس عادة وعندنا دون زمن التنفس عادة وعندنا فوق زمن التنفس عادة كل واحد من دول بيدل على معنى خاص فإن كان بزمن التنفس عادة فهو الوقف كأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هل لاحظتم الفترة اللي أنا بأخذ فيها نفسي هذا هو زمن التنفس عادة دون عجلة فالزمن اللي بيسترح فيه لأجل التنفس هذا هو ضابط الوقف طيب لو كان حبس الصوت دون زمن التنفس عادة هو السكت فالسكت حبس الصوت دون زمن التنفس عادة لكن من غير تنفس كمثلا ما يكون بين الأنفال وبراءة لكل القراء إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله هل لاحظتم وقفت بين عليم وبين براءة زمن أقل من زمن التنفس يعني أقل من زمن التنفس يعني هذا الزمن لا يكفي لأخذ تنفس يصلح لإقامة جملة بعد هذا التنفس شوية أولي الأول على التنفس لذلك جعل هذا الضابط للسكت أما زيادة على زمن التنفس عادة أو فوق زمن التنفس عادة كان أقول مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل لاحظتم شفت المسافة دي؟ دي زيادة على زمن التنفس هذا قطع وليس وقفاً فالشاهد أن زمن التنفس نضبط به اصطلاح الوقف فالوقف هو حبس الصوت مدة يسيرة بزمن التنفس عادة مع التنفس بنية معاوضة القراءة يعني لأجل هذا التنفس لأجل قراءة جملة أخرى يعني من وصلت قراءة القرآن هذا هو التنفس الذي يكون للوقف وهذا هو الوقف طيب والابتداء والابتداء لم يخصص له العلماء كثير تفصيل لأنه تابع للوقف فحيث جاز الوقف لغة فالاستراحة بالتنفس بزمانها عادة ثم الابتداء فالمقصود هنا أين تقف فإن وقفت في موضع انفاصل عما بعده لغة على ما سنقرر من أنواع الوقف بعد ذلك جاز الابتداء فالابتداء فارع عن الوقف لذلك تجد الاهتمام الأكثر الأغلب بالوقف أولا قبل أن نتحدث عن أنواع الوقف وعن التفصيل الذي فيها وعن ضوابط الوقف هذا لابد أولا أن نشير إشارة أنا نتعمد في هذا البرنامج المبارك أن نوقف القراء يعني من يشاركوننا قراءة وردنا نوقفهم على علامات الوقف في المصحف هذا مهم جدا كل علامات الوقف في المصحف كلها صحيحة غير من خريمة ولا في موضع واحد سواء قلة أو صلة أو جيم أو مين وخذ هذه المعلومة عندك كلها إما من الوقف التام أو الكافي